مساء الخير يا أستاذ ياسر من فضلك تعمل أي حاجة عشان تخرجني من المستشفى لأنهم مدوني على ورق أنا مش عارفة ورق اي ده والإجراء قانوني من محامي شيرين عبدالوهاب ضد المستشفى بعد احتجازها لشيرين عبدالوهاب بدون وجه حق أهلا بكم متابعين قناة سيف ترند أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد استغاستها في تسجيل صوتي نزلنا لحضراتكم في فيديو من حوالي ساعة علشان تخرج من المستشفى وده طبعا بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة النفسية للفنانة شيرين عبدالوهاب واللي صادر من اللجنة الطبية المختصة للمجلس القومي للصحة النفسية وأكد ان حالة الفنانة شيرين عبدالوهاب جيدة جدا ومستقرة ولا تحتاج الى علاج الزامي داخل المستشفى وده اللي تم إثباته من خلال التسجيل الصوتي لشيرين عبدالوهاب وان هي عايزة تخرج من هنا والمحامي ياسر قنطوش قالها يتم إجراء قانوني ضد المستشفى بسبب احتجازهم للفنانة شيرينة عبدالوهاد بدون وجه حق وده اللي أثبتته شيرينة عبدالوهاد في تسجيل صوتي إن المستشفى بتخليها تمضي على أوراق كتير مش عارفة الأوراق دي خاصة بإيه وطبعا تبين بعد كده إن المستشفى بتخليها تمضي على الأوراق دي علشان يحتجزوها داخل المستشفى وطبعا لإن فيه دخل مادي للمستشفى وكمان المستشفى بتبلغ النيابة العامة إن وجود شيرينة عبدالوهاد في المستشفى هو وجود اختياري طبعا لوجود الأوراق اللي مضت عليها شيرينة عبدالوهاد إن هي تقيم في المستشفى ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بأنوان الإجراءات القانونية اللي يتم اتخاذها من محامي شيرينة عبدالوهاد ياسر قنطوش ضد المستشفى بعد احتجازها بدون وجه حق ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترافنا بالشراك في القناة